السلام عليكم اخواني اخواتي اول حاجة جمعة مباركة عليكم ان شاء الله هذا الفيديو هذا قد ينشارك معكم الطريقة ديال كيفاش نصوبوا السمن الحر او لا السمن المملح الطريقة اللي هي ناجحة مليون في المية ما غديش يخسر لكم ما غديش يتصوف لكم الى بقيتوا معي باشتوفوا الطريقة والمراحل بالتفصيل مدوزوا حتى مرحلة لاخوات اللي بغوا يصوبوا السمن وانجح معاهم هذا الفيديو هذا مهم لكم بزاف وايضا ممكن تصوبوا كيميا اللي هي قليلة بسم الله على بركة الله غدي نبدأ في تحضير الوصفة ديال السمن عندي هنا يا واحد الكيميا ديالز غدي نقول لكم شحال وايضا عندي واحد الكيميا ديالز زعتر وعندي الملحة واحد الباكية هذيك الملحة العادية وهذه الملحة هذي اللي هي الملحة الحية شوفوا رغسلتها هنا يا ضروري تغسلوها وتنضفوها وغدي ان شاء الله تبقوا معايا باش نوجدو للطريقة ديالتحضير هنا في كسر هنا خديت واحد الكيميا ديالز زعتر تقريبا واحد اللي حفينها هكا وتكونوا منقيين وما فيه لا حجر لحت حاجة وغدي نغليوه مع نصف لتر ديال الماء هنا خديت كيميا ديال الملحة الحية شوفوا هذي الملحة هذي رغحك تشوفوها هكا حلا رغم ما تخافوش منها غدي نهرسم بعد ما غسلتها أكيد تغسلوها ضروري ونضقها مزيان بالمارز حتى كتولي لنا قطع اللي هي صغيرة باش قدر الماء يدوبها لنا وصافي غدي نطلقهم بعد ما غدي نضقها ننزلها من فوق البوتاجي ونطلقوا من بعد ان شاء الله بعد ما الملحة ديالنا ههي صافي ولا تغبرة غدي نخلطها مع هذيك الباكية ولا العلبة ديال درهم وإلا ما عندكم مش الملحة الحية أخوتي صافي بلاش ديروا غير الملحة العادية بالنسبة لهذه الكيمية هذي اللي كتيرة راه درتها هنا يا الجوش كيلو ونص ديال الزبدة وصافي غدي نخوي عليها شوية ديال الماء عادي ما تستعملوش هنا المسخون باش ما يدوبليناش الزبدة ديالنا لما عادي يشوفوا اللون ديالها ولكن ركا تصفف لآخر والزعتر ديالي ركا يغلق وغادي بلية غلا نصفي حتى هو ونديه التلاجة باش يبرد باش نخدم بيهم زيان صافي غدي نخلط هكا ونخليها هانا غدي نصفي كيما قدت لكم الزعتر ضروري تبردوه ما تخدموش فيها بيه هكا هو سخون وجدو هاد المراحل هادو ديال الزعتر والملحة ديوبوه وجدوه على تساع يعني وجدو هكا بحال في الليل مثلا نصبح نخدمو الزبدة ديالنا صافي غدي نحاول نحطو باشي برد كيما قدت لكم وبالنسبة لزبدة عندي جوش كيلو ونص ديال الزبدة هي اللي غدي نصفيها السمن وممكن تديروه كيمية اللي هي قليلة بحال ربعة ديال الزبدة وديرو لها جوج مع القكبار ولا ثلاثة ديال منحة وزعتر كيبقى ماشي مشكل كنغسلو بيه الزبدة ديالنا هنا اول حاجة اخذيت الماء من الروبيني عادي الماء عادي تغسلوها جوج مرات حتى الثلاثة حتى كيتحيد من هادك الحليب يعني كتغسلوها مزيان تكتولي الزبدة ديالنا نقية ونضيفها الأخوات اللي كيتقولوا على النوعية الزبدة ره ممكن تديروه الزبدة بلدية ممكن تديروه الزبدة هديك ديال العبار اللي كنقولو لها بجوج دوك الأنواع ديالها قاع بجوج ما تديروش مارغارين لأنه ما غديش تصدق لكم بها اولا شي نوع اخر ديال الزبدة اللي ما زويناش كتبغي هي الزبدة تكون طبيعية صافين بعد ما غسلتها غدي نحيدها ولكن غدي نعود نغسلها حتى ما يبقاش هذا اللون هكا يتوليك تعطيني اللون اللون اللي هو اللون اللي هو المشفاف ما يبقاش فيه قاعدة كهنا زيتليه هنا يا الماء وخدمه به الزبدة ما تكونش في تلاجة تكونوا مبيتين ها واحد اللي لقبل او لفوق البوتاجي باش تدي لنا ذيك الحرارة ديال المطبخ كنستمرو في الغسيل ديالها واحد جوج مرات حتى لثلاثة حتى كن نعرفوه انها تنقات لان هاد الغسيل اللي اللي ما غسلتوه هاي اللي كتعطيكم تكل ماداك كتكون بحلة حمضة صافي وكن عصرهم زيان من الماء ده برا الجو بيرد واحسن وقت اخواتي باش تصوبوا السمن توجدوه هو فصل الصيف كتكون الزبدة سخونة ومطلوقة وكتغسل وكتطوعكم هكا يعني حتى كنقولي وكندرو لها شوية ديال تلاجة ديك الملحة ديالي الحية والملحة العادية غدي نصفيها ما تخافوش من هاد اللون لانه ما غديش ما غديش ياضطر لنا على الزبدة بالعكس كي يعطيها واحد اللدة واحد المدق اللي هو رائع السمن ديالنا واللون را ما كيبقاش يعني هادا غير اللون ديال الملحة كلها ملحة كان اللي اللون ديالها احمر كان اللي اللونها ابيض وكيناها دي صافيك نحاول نخلط مزيان داك المدية الزع ترتاوره برد جيدا ما غدي نخويه فوق منها المرحلة الاولى الصعيبة في تحضر ديال السمن اخواتي اللي متعيبة شوية هي دك ديال الغسيل الاول هي اللي كتت تعيينه بزاف كان مقاو كان دلكو ونفركو حتى كان نغسله مزيان للا كانت كمية كثيرة بحال هكا راها كتكون متعيبة شوية غدي نخلط مزيان مزيان حتى غدي نتأكد ان ديك الملحة دخلات ليها في الزبدة ديالي غدي نبسطها مزيان في هاد القصرية هادية هادية ديال القصرية حجم كبير اخواتي اغير في تصور كتبان شوية بحالة صغيرة نبسطها مزيان باش يطلع عليها هاد السائل هذا ديال الماء والزعتر والملحة ونخليها تقريبا ما بين ثلاثة دسوية حتى الخمسة او الستة ديال الساعات ما تفوتوش لها يعني ما تخليوها اشتبات من بعد خمسة تقريبا ديال الساعات او حتى ديال ستا ديال الساعات ممكن غادي نشوفو اسمين ديالنا هكا تقريبا راه منتص هداك الماء الماء المملح وداك الزعتر راه يعني يدخل فيهم زيان وضروري من اللي كنتوك هتخلطوه بالزعتر والملحة باش يدخل لنا ذاك الملحة في الخليط ديالنا كله وصافين بعد ما شوفو راه خلطها مزيان متأكدة ان هداك الماء المالح راه صافي والذي زبدة ديالي ملحة وايضا ذاك الزعتر وذاك الخليط كله وكان بقاوكا اللقمو بها الطريقة هادي هادي هي احسن طريقة باش كتحيدوا من هداك الماء ديالها ما يبقاش فيه الماء نهائيا كتستمروا لما كيخرجها كم بين صبع ديالكم حتى كتأكدوا ان ذاك الكورة ديالنا ما بقاش فيها اقترا ديال الماء وكان بقا نحيدوا بهات الطريقة بالنسبة الاخوات اللي بغاوا يصوبوا كيميا اللي هي قليلة راه نفس الطريقة غادي تصوبوها بها ورا غادي ان شاء الله انجح معاكم وهذا اللي كيكون اسمن الحار اللي كتشوفه اللون دياله كيولي اللون دياله بحلة قوي ولا بحلة حمر وهذا الطريقة باش كيتصوب هي هذه الطريقة باش كي يصوبوها الناس ديال الزمان كان بقا كنستمر حتى كن نحيد هاد الكيميا كلها وكان حط في واحد نجرة اخرى صافي اخر هاد شي اللي لسقف هاد القصرية هادي تا هي حيدوها هادي يزبدا ديالنا ما تضيعو حتى حاجة اللي تحاولو كتجروه بديكم وصافي كان صوب اخر كويرة وكان حيد هاد لما هادا هاد هو القياس ديال اه ديك جوج كيلو ونص ولكن راه صوبت واحد اخر يعني فاش هنا كملت الفيديو صوبت واحد الكيمياء اخرى ما زال غادي نوريها لكم وكان اخدو هاد الاناء هكا ديال الطين من الاحسن هادو ديال الفخار ليس كون مزل جامل درج في هادي كلمة مزل الجاش لانه غادي يمتصل لكم دك اسمن ديالكم خصوصا في الفصل ديال الصيف وكان بدو وكان عمرو متأكدين ان الماء ما كينش فيها اقترد لما وشوفوا الطريقة باش غادي يمقا كنقدو ما تخليو شدوك الاماكن اللي كتكون فارغة او لا هكا يكون شوية ديال الفرغ من الداخل راهول كيكون سبب انه كيتصوف ليكم او لا ضروري ندكسوه احنا كنضغطوه بادينا بهذه الشكل هادا هادا كش باش قلت لكم احسن موسم باش نصوبه السمن هو ديال الصيف كتساعدنا ديال اللزوجة ديال كيكون نرتب كيكون سمن ديال نلين وكمقا وكان نصوبوه بتابل شو الجو باقي شوية برد ولكن بهالطريقة هدي كنضغطوه مزيان حتى كنتأكد ان ما بقتش شي بلاسة اللي ما فيهاش سمن او لا شي بلاسة خوية هكا صافيك تستمرو بهات الشكل ما تديروش السمن هو الواحد ما خصوش يتدر في البلاستيك نهائيا ايلا بغيتو يجيكم حار بسرعة اراها القرعة ديال الزاج او لها دو ديال فخر ما كيتعطلش وبنسبة للمدة كباش يجينا واجد ويجينا حار تقريبا واحد تشهور ربع شهور كيتلقاوه انه دير ديك الريحة اللي كتكون زوينة وصالح للاكل صافيك وهنا غادي ناخد واحد قرعة كبيرة كتدي ثلاثة لتر لاني كما قدت لكم صوبت واحد كيلو اخر هي في المجموع ثلاثة كيلو ونص هي اللي صوبت بالنسبة لهذا اللي في هذا الاناء ديال الزاج هي ما صورتهاش معاكم ولكن اراها نفس الطريقة نفس المقادير غير انا صوبتها كباش نحيدها عليها والقرعة ديال الزاج هما من احسن حتى هما من احسن الاواني اللي تحطوا فيها السمن ديالكم ما كيخسرش ما كيصوفش وايضا كيوجد لنا بسرعة الزاج كيساعد انه كيولي حار في واحد المدة اللي هي قصيرة كيما قدت لكم هاد السمن فوقاش غادي يولي لنا حار تقريبا واحد لتشهور ربع شهور كتشوفوها بدك يدير ريحة وبدك كيوجد باش نستعمله ولكنتو زرباني لواحد درجة يعني بغتو السمن الحار يوجد لكم في نفس الشهر كتجيبو دك السمن اللي واجد كي يكون حار وكتخلطوه في هاد المرحلة هادي مقبل الاخيرة باش نحطوه في قرعات كتعود تدير في واحد الكيمية واحد الكركوبة هاك واحد الكورة بحال ديك الشكل اللي اشتو ديال السمن اللي هو واجد حار هو اللي كتخلطو معه باش يوجد لكم في مدة شهر تقريبا ولكن احنا هنا يمزر بانيش عليه قدي نصوبوه وضروري تغلقو عليه باش ما يدخليش الهواء ولا النفس هادي هي الطريقة اللي دائما كنديروها وما كيخسرش لنا مع مرس ما نخسر لنا بهاد الطريقة هادي السلوفان تصدوه مزيان باش ما يدخليش الهواء ومن بعد خديت هنا غير الورق ديال المطبخ ولا ممكن تديرو توب وتحزموه مزيان تكونوا متأكدين انه ما كيدخليش الهواء ما كيدنفذش هادك السمن باش يبقى معاكم ما يتصوف بهالطريقة هادي السمن ديالكم غدي يوجد ما تخافو حتى حاجة توقع لها عمرناه مزيان ضغطنا عليه ما بقوش دوك الفراغات وصفي ان شاء الله غدي تحطوه غير في بلاكار دائما اي حاجة خزنتوها ديروها في بلاكار ما فيش ما يكونش فيه لإضاء وكيوجد ليكم السمن ديالكم هادا ان شاء الله غدي يكون واجد تقريبا واحد تلتشهور او لا اربعة غدي يكون واجد للاكل صالح للاكل وغدي ديرو به كنديروه السكسو كنديروه ندهنو بيه الخبز كنديروه الرفيسة كنديروه الحريرة اي حاجة دجاج اي حاجة بغيتوا تصوبوا فيها السمن كتستعمله نتمنى هاد الفيديو ان الاعجاب ديالكم تبرتجوه مع الاحباب الى اللقاء